حق بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون شربة ماء بينما كلب يطوف بركيا إذ رأته بغي من بغاية بني إسرائيل فنزعت موقها فسقت الكلب فغفر الله لها إذا كانت شربة ماء تغفر الخطايا للبغاية فما بالك بمن وحد رب البرايا وبينما رجل يمشي بالصحراء فاشتد به العطش فنزل بئر وشرب فرأى كلب يلهس من العطش فقال لقد بلغ مثل ما بلغت فنزع موكة وسق الكلب فغفر الله لها في كل كبد رطبة أجر قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنا في البهائم لأجر قال في كل كبد رطبة أجر وجاء عرابي إلى مولانا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار قال تقول العدل وتعطي الفضل فقال والله لا أستطيع أن أقول العدل كل ساعة ولا أستطيع أن أعطي الفضل قال تفشي السلام وتطعم الطعام قال وهذا أيضا شديد قال فهل لك إبل قال نعم قال فخز بعير من إبلك وسقاء دلو أو جرد الميا ثم معمد إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غباء يوم بعد يوم فسقهم فإنه لا يهلك بعيرك ولا ينخرق ثقاؤك حتى تجب لك الجنة فانطلق الأعرابي وهو يكبر فما هلك بعيره ولا خرق ثقاؤه حتى مات شهيدا بشربة ماء شربة ماء سيدنا عبد الله بن مبارك دخل عليه رجل وقال يا عبد الله قرحة خرجت في ركبتي وعالجتها بأنواع العلاج وعند الأطباء فلم أنتفع ماذا قال له سيدنا عبد الله بن مبارك قال اذهب إلى مكان يحتاج الناس فيه الماء ثم احفر هناك عين فإني أرجو أن تنبع هناك عين ماء ويمسك عنك الدم ويمسك عنك الدم بشربة ماء بشربة ماء وانظر في الحديث القدسي عبدي استسقيتك فلم تسقني فيقول يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين يقول استسقاق عبدي فلان ولئن سقيته لوجدت ذلك عندي شربة ماء وانت في رمضان في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله السواب لمن فطر فيه صائما على مزقة لبن أو تمر أو شربة ماء شربة ماء تكن نجاة لك شربة ماء تكن مغفرة لك شربة ماء تكن نجاة لك الإمام